يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا وريسا آتكم وريشا ولباسا تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أجي تفهم غي آية من جزء الثامن قال الله تعالى يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباسا تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى منع لناب مينا كثيرا وعطايا عظيمة كني ذي الإنسان وحد الجرض الإحصاء لهذا النعم ما غاديش استطاع وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوه منكفر وفي نعمة وحدة ممكن توجد مجموعة دي النعم ومنها أن الله سبحانه وتعالى يستر العباد دياله اللباس وهذا الإنسان باش يكتاسي من الملابس اللي تزين بها واللي يستر بها رأسه وإلا قلبت هذه الفطرة كتنعكس الأمور وكي بدي لبس الإنسان اللي ما مرتبطش بالخالق دياله كيلبس واحد اللباس اللي كيكشف العورات وكيظهر السوقات وماشي هذا بوحده اللي مطلوب كيينحتى لباس تقوى إيواجي معايا تفهمها هذه الآية لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلق معاه زوجته كانت العورات ديالهم ستورة بسيتر من الله والمغوهم الشيطان وكلو من الشجرة المنهي عنها ظهرت العورات وبسرعة بدو كيقطعون الأورق الجنة باش يستروا رأسهم معنى أن الأصل هو السيتر واللباس وأن نعمة الحياء والحشمة فطرة متأصلة في طبيعة بني الإنسان واللباس نوعا لباس ضروري وهو ما نسترو به العورات لباس يواري سوقاتكم واحد اللباس اللي هو زينة وتجمول وريشا وفق هذا كله لباس الإيمان والتقوى والوارع ولباس تقوى ذلك خير ومن الأمور اللي جابها الإسلام وحتى لها خير الأنام عليه الصلاة والسلام الحياء والعفة فالحياء هو الحشمة وضدها الوقاحة والحياء كيمنع للتصف به من المعاصي وضع صد نبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وقال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وعدوا عليه الصلاة والسلام من الإسلام وقال إن لكل دين خلق وخلق الإسلامي الحياء واجعل صد نبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق النبيل من الإيمان لأن الحياء يمنع لكي تصف به عن المعاصي وقال صد نبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء عنده أثر قوي في سلوك المسلم فصاحب هذا الخلق كيرقب الله عز وجل في السر والعالم وباش ما يشوفوش فينها وما يفتقدوش فين أمره ولكن الإنسان اللي ما عندوش الحياء وما كيتطاصفش بهذا الخلق تالحيش ما ما كيتدهاش في الأقوال والأفعال دياله يعني ما كيحشمش كيقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهناك يخاف على نفسه من الإيمان دياله لأن سيد نبي صلى الله عليه وسلم كيقول في واحد المعادلة الأخلاقية الحياء والإيمان قراناء جميعا فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر والإنسان المسلم حتى لو قع منه شيء تصرف يسترسوا بعدة لأنك إن واحد القاعدة أخرى أخلاقية كيقول فيها نبي رحمة عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين خصنا واحد المنهج وسط والإسلام بناء الوسطية بقام عاية نزيدوا نفهموا هذه الآية إسلام منهج وسط فتشريعا دياله لسد الدرائع أي سد الطرق لك توصل نتائج الوخيمة فهو يدعو إلى الاستقامة والعفة والاحتيشة مغض البصر قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن لحظوا معي أن الحياة الطيبة ما كتتعطيش طمر ديالها الطيبة إلا إلى زينها بالحياة وجب منها بالطهر والعفاف والنقاء وبالتالي كينظر الحياة بعينين ديالحياة والعفة ومعهم خف الله لكن جاوبه في الدنيا والآخرة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نطلب الله عز وجل لجم مننا ظاهرا وباطنا هذه حلقة من حلقات أجي تفهم غي آية وانت يلابلك شي آية أخرى من هذا الجزء وانت كتقرأ الويرد اليومي من القرآن الكريم ما تبخلش علينا وضحف التعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته